لازم تسأل نفسك ليه الفرحة كبيرة بالفوز بتاع انبارح على رغم انه ده المفترض يبقى الطبيعي ودايما المتوقع لكن لما تقول انه الدوافع عند الغريم او المنافس التقليدي قبل المباراة اكبر بكثير منك وما تقول كمان انك بتخد اللقاء ده في توقيت صعب وتوقيت مهم وفي ظل الغيابات والاصابات والايقافات اللي وصلت تقريبا انه سكواد الاساسي اللي ابتدى به الاهلي موسم في بدايته تقريبا مش موجود ممكن ده يزود من حجم القلق والتوتر عندك شوية فلما يبقى النتيجة 3-0-3 مع الرقفة اعتقد ده يمكن يفسر لحضراتكم ليه جمهور النادي الاهلي فرحان زيادة شوية هنسمع رأي واحد من كبار نجوم النادي الاهلي ضفنا النهاردة في سادسة كابتن خالد جدالة بشرفنا رأيه فيه امبارح اداء الاهلي ورأيه فيه حقيقة كمان محتاج اسمع رأي كابتن خالد جدا فيه مارسيل كولر اليوم بعد التاني وخطوة بعد التانية بيزبط الحقيقة ان واحدة من اهم صفقات النادي الاهلي تفوق على زيزوالدو فريرا اللي بيطلق عليه طبعا البروفيسور او البروفيسور فيه جولتين يعني ما فرقش بينهم يمكن اكتر من شهرين 3 واعتقد قدم عرض كويس جدا امبارح خلينا بداية طبعا نرحب بكابتن خالد نجمنا وضفنا النهاردة في سادسة مسألة كابتن خالد مسألة خير يا احمد وتحياتي ليك عموما كده لو خطينا عنوان لمطش مبارح كابتن خالد يختار ايه عشان يكون العنوان الرئيسي النادي الاهلي الاكفأ والاحسن والاجدر بالفوز فاز بنتيجة 3 صفر كان ممكن يضعفها كمان طيب خليني قبل ما اشوف قصة مضعفة النتيجة دي لانه كان كابتن خالد عنده طموحه ان النتيجة تبقى اكبر من كده وكل الالوية طبعا يتمنوا لكن خليني اشوف دائما المقدمات يعني هل في ظل المقدمات اللي كان بتسبق المباراة دي اللي تقال على اسماء كتير جدا غايبة سواء بسبب عدم الجهازية الفنية او بسبب الاصابة او بسبب الايقاف ده ما كانش يخليك تغير حساباتك او تبص المباراة بشكل مختلف لانه بالتأكيد كلها ربص لها كده كابتن خالد لا طبعا يعني لو قبل المطش الحسابات اه كانت ممكن تبقى شوية مقلقة بالنسبة لجماهير النادي الاهلي واي حد بيشجع النادي الاهلي نظر للغيابات الكتيرة لاصابات الكتيرة غياب بعض اللعيبة نتيجة الايقاف ولكن ده بيدينا مدلول لازم نقف عنده فنلة النادي الاهلي تقيلة اللي بيلبس فنلة النادي الاهلي تدي له تقل تدي له ثقة اي حد بقى اي مكان طالما موجود فنلة النادي الاهلي بتزود اي لعيب كورة يلبسها من 40 ل 50% فوق مستوى وده اللي احنا شفناه مبارا في ظل الغيابات وما تأسرناش ما حسناش ان الفرقة ناقصها حد وفعلا على مدار الاجيال هو ده التاريخ بيقول كده اي حد كان بيلبس فنلة النادي الاهلي زي ما بيقولك اي بتدي لأي لعيب حيلبسها تقل بنسبة 40 50% تخليه يتفوق على اي منافس بيلعبه من برح سيناريو المباراة ومقدماتها خليني ابتدي حلقة النهاردة واقول انه ده الاختبار الاصعب لمارسال كولر من اول ما تولى المسئولية صحيح هو قبل الزمالك في مباراة الفرصة الوحيدة مكسبها يعني تتويج ببطولة خصالتها يعني فقدان اول لقب صحيح هو اللعب في افريقيا ذهبا وعودة وكان مباراة صعبة مع فريق صعب لكن بشوف انه ماتشن برح ده هو الاختبار الاصعب اللي نجح فيه مارسال كولر كابتر خليدي اتفق معي ولا ممكن يكون لي وجهة نظر تاني اتفق معاك لان هو بالنسبة لأي مدير فني النتائج الكويسة والمكسب دي بتدي له ثقة بتدي له مصداقية قدام جماهير بحجم جماهير النادي الاهلي جماهير كبيرة جدا فالمكسب بيجيب مكسب هو الحمد لله من اول ما ابتدى السنة دي الفرقة بشكل مختلف سواء من ناحية الاداء ومن ناحية النتائج ومن ناحية البطولات دي خلنا بطولة السوبر دي كانت افتتحية كويسة جدا قدت اللعيبة ثقة ودت الجهاز الفني ثقة جبيرة مكسب مبارا حيدي برضو ثقة جبيرة جدا على اساس ان انت بتلعب المنافس التقليدي ليك اسما وليس اداء يعني المنافس التقليدي ليك اسما وليس مستوى واداء هو مش منافس لنا خالص احنا اللي يمكن انا في حلقات قبل كده لما كنت باطلع معاك بقول ان دايما النادي الاهلي على مستوى البطولة المحلية الدوري لا هو سابق بكتير جد يعني بمسافات كبيرة جدا عن اي فريق انا انبارح زي ما كنت بتكلم معاك قبل ما هنطلع كان ممكن فرصة كبيرة جدا ان احنا مش نضاعف النتيجة كنا نعمل هيفي سكور يعني ريكورد كبير جدا على حسب امكانيات لعبتنا ومستواها هما لما بيكونوا في مستواهم وبيقابدوا بالاداء اللي احنا عارفينه عنهم لا يقدروا كنا نبارح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة